دائرة صحة كاركوك تعرب عن مخاوفها من ازدياد الإصابات خلال موسم الشتاء بسبب انخفاض درجات الحرارة وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية مؤكدة على تطبيق الإجراءات حال وصول التعليمات من خلية الأزمة والسلامة الوطنية لضمان سلامة المواطنين ومنعا لتفشي الفيروس بشكل كبير تلمنا علامات وإشارات الموضة الثانية هناك زيادة في عداد المصابين هناك زيادة في تلقي الألات في المؤسسات الحكومية هناك دخول لعدد كبير مرضى إلى بستشفياتنا الوبائية في كاركوك سوف ننفذ ما يطرأ وكل حديث مخلية تزمة بشكل منتظم من حيث الحظر الصحي وتستعد الكوادر العاملة في صحة كاركوك لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا بحسب قسم الصحة العامة قائلا إن هذه الموجة ستكون متزامنة مع الانفلاونزا الاعتيادية وأنها ستولد ضغطا على المراكز الصحية الموجودة في مناطق أحياء المحافظة الأمر الذي دفع بهم إلى رفع السعة السريرية إلى أعلى مستوى بعد إنجاز المراكز الوبائية التي أنجزت حديثا نحن إذا ازداد عدد الحالات بالكوفيد-19 وقابلها زيادة في عدد حالات الانفلاونزا فممكن أنه سيزداد الضغط على مراكزنا الصحية وعلى مستشفياتنا من حيث عدد المراجعين وعدد الدخول فنحن ماخذين استعداداتنا المستشفى سينفتح بعد أيام مستشفى العتبة الحسينية الذي 925 سرير به ومستشفى من الـ UNDP دعوات أطلقتها صحة كاركوك تدعو من خلالها المواطنين بالالتزام بالشرط والضوابط الصحية درءا لتداعيات فيروس كورونا بموجته الثانية خلال موسم الشتاء من كاركوك محمد صقر العراقية الإخبارية